بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأنا في المحاضرة السابقة بعنوان الشركات التجارية نود أن نتحدث عن طبيعة الشركة وأنواع الشركات فنبدأ وبالله التوفيق عن طبيعة الشركة في الحقيقة اختلف فقهاء القانون التجاري حول الطبيعة القانونية للشركة هل هي عقد أم نظام فذهب فريق إلى أن الشركة عقد واستدل أصحاب هذا الفريق على رأيهم بأن الشركة عقد بأن المنظم السعودي حينما أراد أن يعرف الشركة عرفها بأنها عقد كما أن فكرة الشركة تقوم على العقد فالشركة تنشأ بمجب اتفاق فيما بين الشركاء على المساهمة في مشروع معين وهذه هي فكرة العقد ومع وجهة هذا الرأي إلا أن هذا الرأي يعيبه أن فكرة العقد لا تتماشى مع بعض أنواع الشركات كشركة المساهمة التي يتدخل المنظم فيها بالرقابة والتنظيم في جميع مراحل إنشائها كما أن فكرة أثر نسبية العقود الموجودة في العقود العادية غير متوافرة في عقد الشركة حيث أن الشركة عقد غير لازم وإنما متعدي فآثاره تلزم أفراد آخرين لا يكونوا موقعين على هذا العقد كذلك فكرة تضارب المصالح الموجودة في العقود العادية لا تتوافر في عقد الشركة من هذا المنطلق يصعب التسليم بأن الشركة عقد لذلك ذهب فريق آخر من فقهاء القانون التجاري إلى أن الشركة نظام وليست عقد استدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بأن يوجد كثير من الشركات مثل شركة خاصة في شركة المساهمة لا تتدخل فيها إرادة الشركاء إلا في اختيار إنشاء الشركة أما في كل كبيرة أو كل تفصيلات الشركة فيما بعد فإن المنظم هو الذي يحددها إذن الشركة نظام وليست عقد ومع وجهت هذا الرأي أيضا إلا أننا لا نستطيع أن نسلم به على مطلقه حيث أننا لا نستطيع أن ننكر أثر فكرة العقد في الشركة والرأي الراجح أن الشركة هي خليط ما بين فكرتي العقد والنظام أما بالنسبة لأنواع الشركات فهناك شركات مدنية وهناك شركات تجارية فما هو معيار التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية؟ في الحقيقة لم يتفق فقهاء القانون التجاري على معيار واحد للتمييز ما بين الشركات التجارية والشركات المدنية فذهب فريق إلى أن الشركات التجارية نميز بينها وبين الشركات المدنية على أساس موضوع الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله فإذا كان موضوع النشاط الذي تقوم به الشركة نشاط تجاري إذن نكون أمام شركات تجارية أما إذا كان الغرض أو النشاط الذي تمارسه الشركة نشاط مدني فنكون أمام شركة مدنية لكن يعيب هذا المعيار أنه في كثير من الأحيان يصعب أو تدق التفرقة ما بين تحديد النشاط التجاري وتحديد النشاط المدني كما أنه لا يستطيع أن يفسر لنا كيفية التمييز بين الأعمال التجارية بالتبعية التي هي بحسب الأصل أعمال مدنية اكتسبت صفة العمل التجاري تبعا لشخص من قام بها كذلك الأعمال التجارية المختلطة إذن انتقل فريق آخر من فقهاء القانون للتمييز ما بين الشركات التجارية والشركات المدنية على أساس معيار شكلي والمعيار الشكلي هذا يقول بأن هناك إجراءات شكلية معينة إذا تم اتباعها نكون أمام شركة تجارية بغض النظر عن نوع النشاط التي تقوم به الشركة هل هو نشاط مدني أو نشاط تجاري وفي الحقيقة المعيار الشكلي هذا هو الذي أخذ به المنظم الفرنسي والمنظم المصري وما زال المنظم السعودي يأخذ بالمعيار الموضوعي لكننا ننصح المنظم السعودي أن يأخذ بالمعيار الشكلي لأنه يقضي على الكثير من المشاكل العملية التي نواجهها في التمييز ما بين الشركات التجارية والشركات المدنية